موسيقى السلام عليكم ملكة بريطانيا خلعت من الدنيا خلاص ملكة بريطانيا اللي كانت خايفة من الاخ والعم المصري المسلم ما بين قسين عزيز المشاهد خد بالك بالنسبة لوفاة ملكة بريطانيا فانا جاي اتكلم عن شيء خطير ومهم بيتعلق بيها وبحياتها وممكن يكون بيتعلق باوامر مباشرة صدرت منها كمان واحنا هنا بنتكلم عن جريمة قتل الاميرا ديانا وحنشوف المسألة دي بالدليل بس بعد شوية علشان افكركم بحاجة مهمة جدا يمكن تكون نستوها لذلك ما تتوقعش مني عزيز المشاهد ان يقولك نفس الكلام اللي ممكن تشوفه او تسمعه في البرامج الاخبارية زي نشأة الملكة الازابيس وطرع راعة الملكة الازابيس وحكمت وعتلت العرش في الظروف كذا وكذا لا احنا عندنا ما هو اهم منه هكذا وتعالوا نشوف الموضوع ده ملكة بريطانيا الازابيس التانية صاحبت اطول فترة حكم اتوفت وسبحان الدايم وكل من عليها فان ولكن وبغرم من الكثير من الاحداث اللي واجبتها طوال فترة اعتلقها للعرش وعمرها الطويل اللي وصل ل 96 سنة اللي ان علاقتها بمقتل الاميرا ديانا الزوجة الاولى اللي ابنها تشارلز ولي العهد اللي اصبح الملك تشارلز الثالث دلوقتي علاقتها دي كانت اهم محطة في فترة اعتلقها للعرش اه بالمناسبة بيتقال ان تشارلز ما بيحبش اسم تشارلز بسبب اغتباط اسماء الملوك تشارلز الاول والتاني باحداث دموية في التاريخ لذلك وزي ما قالت صحيفة التايمز البريطانية سنة 2005 ان تشارلز قرر انه اذا اصبح ملك هيختار اسم جورج وبالتالي ربما يصبح اسمه الرسمي الملك جورج السابع باعتبار ان قابله كان فيه ست ملوك كان اسمهم جورج ما علينا من الشكلية دي وتعالوا بقى الموضوع علاقة الملكة الرحلة الازابيس بمقتل الاميرة ديانا والاخر والعم المصري طبعا الاخوة اللي سنهم فوق 40 سنة اكيد فاكرين الاميرة ديانا كويس جدا ما تتكسفوش اعترفوا عادي انا واحد منكو على فكرة واكيد فاكرين كمان ظروف موتها او ظروف مقتلها خلونا نقول والمسألة هنا اني مش جاي اتبلى على الملكة الرحلة ولبسها جريمة قتل ولكن ده كلام او تلميح من حفدها الامير هاري الاخ الازرر للامير وليام ولي العهد دلوقتي هاري اللي طفش من الحياة الملكية وراح يعيش في امريكا مع مراته ميجان ميجان برضو اللي عانت من العنصرية في قصر باكنجهام وتعالوا فكركم بالحاجة المهمة دي احيانا التصريحات بعد فترة من القهر والكبت ممكن تكشف الاسرار باصد او بدون اصد وده اللي حصل من الامير هاري ابن ديانا وحفيد الملكة الرحلة وده في لقاء سابق مع الاعلامية الامريكية اوبرا وانفري لو تفتكروا كان في مارس 2021 لان تصريحاته في اللقاء ده كانت بتشير ضمنيا الى من قتل او امر بقتل والدته ديانا وقبل ما نتكلم في الحتة دي احب اقول اللي فاكرين ان الاسرة المالكة في بريطانيا هي اسرة قبها وفخامة وبروتوكولات ملكية ونظام والكلام ده فانتو غلطانين ومحتاجين تعرفوا تاريخ الاسرة دي بعيدة عن الرسميات والامور التقليدية ولازم كمان تعرفوا تاريخ بريطانيا كويس جدا وساعتها حتى تأقنوا ان الملكة الرحلة مش بعيد يكون لها علاقة بمقتل ديانا وزي ما قلنا اللي لمح له بشكل واضح حفيدها يا هاري مش احنا في لقاءه هو وزوجته ميجان مع الاعلامية الامريكية اوبرا وانفري من حوالي سنتين تقريبا فارسطس سنة 1997 اتصدم العالم بوفاة او اتصدم مقتل الاميرة ديانا برفقة حبيبها عماد الفايد المصري الملقب بدود الفايد وهو ابن الملياردير المصري محمد الفايد وحطولي تحت كلمة المصري دي 100 خط علشان مهمة قوي قالوا اياميها ان ده حادث سير عادي واقع في احد انفاق العاصمة الفرنسية باريس وقالوا اصلي دريكسيون حرف من السايق بسبب ملاحقة الباباراتزي او المصورين الحشاريين ليهم فخبطت العربية في احد الاعمدة وتوفي الديانا وعماد الفايد وبينما العالم كله كان بتنتابه غيبة والشك في الحادث وبالغرم من انتشار التأرير الاعلامية المدعمة بالدلائل والقرائن اللي بتقولي ان الحادث مدبر وليس حادث سير عادي خصوصا ان العالم كله كان عارف ان الملكة اليزابيس مش ردي عن علاقة الديانا مع عماد الفايد المصري ورجعوا حطولي كمان خط او خطوط اضافية تحت كلمة المصري ومع ذلك لم يتم تشكيل لجان تحقيق استخباراتية لمعرفة مين قد يكون امر بقتلها مع عماد الفايد المصري ومين المسؤول ومين 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 وتلملم الموضوع على انه حادث سير عادي وكان الله بالسر علي الامير هاري بقى ابن ديانا طلع هو ومراته ميجان في القاء مثير مع الاعلامية الامريكية اوبرا وينفري بعد مدة طويلة جدا عنه فيها جحود وكابت ونبز من العائلة المالكة البريطانية وتكلموا في اللقاء عن عنصرية الاسرة الحاكمة في بريطانيا بكل صراحة وضوح ميجان وجوزها هاري كشفوا عن مدى العنصرية المقيتة الموجودة في الاسرة الحاكمة في بريطانيا ونركز هنا على كلمة عنصرية ونفتكر برضو لما قلتلكم حطوا خط أو خطوط تحت كلمة المصر فبحسب كلام ميجان في اللقاء مع اوبرا قالت انها عانت من عنصرية الاسرة الحاكمة في بريطانيا لدرجة ان الاسرة حرمت ابنها من لقب امير قال ايه؟ علشان ميجان فيها شوية صمار يعني لون بشرتها ميل حبتين للصمرة فخافة العيلة البريطانية الملكة العريقة اللي بتحكم بلد بتدعي انها بتوزع سقوك الحرية والديمقراطية على العالم خافة يطلع ابن هاري وميجان اسماراني لون حبتين يا حلاوة واحنا العرب اللي بيقولوا علينا الغرب ان احنا متخلفين بنتغنى بجمال الاسماراني وبنقول له اه يا اسماري اللون واسمر عبر مثل الامر واسمر يا اسماراني وجاني اللاسمر جاني والى اخره الملكية البريطانية بقى وملكة بريطانيا حرموا ابن حفيدهم هاري ومراته ميجان من لقب امير علشان احتمالية سمار بشرته اللي احتمال ياخدها من والدته ميجان والاختر من كده ان الامير هاري وفي نفس اللقاء قال كلام خطير جدا قال بما معناه اننا قررنا نبتعد عن الحياة الملكية علشان مش عايز التاريخ يعيد نفسه والاعلام والصحافة الغربية وقتها فصروا الكلام ده بالاجمع تقريبا انه اشارة لحادسة مقتل والدته ديانا معدود الفائد المصري وعلى سيرة المصري تظهر لنا هنا حقيقة صعب فانا وانتو نفترض ببساطة ان ملكة بريطانيا اليزابيس اللي رفضت سمار بشرت ابن حافدها هاري من مراتو ميجن بنقدر نفترض ان هي ذات نفسها امرت بالتخلص من ديانا وعماد الفائد حد حيقول لي ليه انا اقول لكم ليه لانه طالما ما حبيتش ان حد من الاسرة الحاكمة في بريطانيا يكون اصمراني اللون حبيبي اصمراني مع انه ابن حافدهم فاكيد اكيد خافت ان ديانا ام احفادها تتجوز عماد الفائد وتخلف منه فيجبونا ودولة بنت مصريين ولاد عرب مسلمين زي ابوهم وبطبيعة الحياة الودقة والبت المصريين العرب المسلمين دول حيكونوا اخوة غير اشقاء لوليام وهاري ابناء ديانا متشارلز وتشارلز ده اللي هو ولي العهد اللي بقى ملك بريطانيا دلوقتي بصفة وريس للعرش فتخيلوا الملكة اليزابيس حتتقبل ازاي فكرة ان ملك بريطانيا المستقبلي يكون جوز مراته السابقة واحد مصري ومخلف منها كمان بس مش هنا المشكلة المشكلة ان وليام ابن ديانا هيبقى طبعا ولي عهد ابوه ابو اللي هو شارلز بعد وفاة الملكة اليزابيس اللي حصل بالفعل دلوقتي وبالتالي وليام ابن ديانا حيورث عرش بريطانيا ويبقى الملك بعد عمر اصير لابوت شارلز واذا فرضنا جدلا ان عماد الفائد يتجوز ديانا ام وليام اللي حيبقى ملك بريطانيا وخلف منها فتخيلوا بقى ازاي ممكن ان الملكة اليزابيس تتقبل ان ولي عهد بريطانيا العظمى وملكها المستقبلي يكون له اخ مصري مسلم لا وعلى فكرة الاولاد كمان اللي المفروض حيخلفهم اماد وديانا حيبقى اعمام ملك بريطانيا لما يتولى ابن وليام العرش يعني الاسر الملكية في بريطانيا كده تكون اتعرضت لاختراق مصري رسمي وبتالي الاصعب من ده وده بالنسبة للملكة اليزابيس ان اماد الفائد ابن العرب المصري حيبقى جزء يقول اللي يتجاوز هم يقوله يا عمي يبقى وليام وهاري احفاد ملكة بريطانيا العظمى حيقوله الاعمال الفائد يا عمي طبعا انا بهزك في الحتة دي ولكن الحتة اللي ما تتحملش هصاره منطقية جدا هي انكم بتظنوا ان الاسرة الحاكمة في بريطانيا هي اسرة راقية وبنت ناس وفخمة وكده زي ما قلت انتم محتاجين تستذكروا تاريخ هذه الاسرة وتاريخ بريطانيا بشكل عام برد النظر عن البروتوكولات والشكليات والامور دي الملكة اليزابس صحيح كلها فخامة وقبها ومحبوبة جدا عند شعبها بالمناسبة ولكنها في النهاية وريثها لعرش بريطانيا اللي العالم كله تقريبا عانى من استكبارها واستعمارها ودمويتها ولما نعرف انها مش طيقة ان ابن حفدها يطلع لأمه ويكون اصمراني سنة فحرمته من حقه في لقب امير وحرمت ابوه اللي هو حفدها من حقه الملكية فنقدر نتخيل ردة فعلها من اكتر من 25 سنة لما وصلها خبر ان ديانة مرات ابنها ولي العهد وام حفدها ملك بريطانيا المستقبلي على علاقة باعماد الفائد المصري وان العلاقة دي ممكن تبقى جواز وممكن ينتج عنها اطفال هيكونوا اخوة او اعمام لملك بريطانيا المستقبلي رحلت الملكة الازابس وشبح الاميرة ديانة بيطاردها واحنا هنا مش للدفاع عن ديانة ولا عن اعماد الفائد لانه مصري احنا هنا علشان نتكلم عن اهم محطة في حياة الملكة الازابس اللي رحلت عن علامنا بالامس ملكة عايشت احداث مفصلية في التاريخ الحديث اي نعم هي ملهاش سلطات سياسية ولكن رمزيتها وشخصيتها كانوا دايما حضرين في التاريخ البريطاني الحديث والتاريخ السياسي في العالم كله كمان ومقتل ديانة او وفاة ديانة الغامضة خلونا نقول هي نقطة غامضة في مسيرتها والعقل والمنطق بيقودونا للتفكير في علاقتها بالموضوع ده ووارد جدا ان المخابرات البريطانية تكون هي اللي قرارت ونفزت ده وارد وفي كل الاحوال احنا لا نملك الا التحليل بناء على المعطيات المتوفرة بالعقل والمنطق والخطأ دايما وارد وشوفكم في حلقة جيدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته